طيب احنا بدأنا نشوف ناس كبار ما مش صغيرين يعني بشرينات وتلاتينات وأربعينات وفي بعض التصرفات صغيرة كده منحاس انها تصرفات أطفال شوية تفولية بسميها سيروكيات تفولية اه فبنقول له عصي انت معاشتش تفولتك هل ده فعلا كلام مظبوط؟ لا هو مش بقى معاشتش تفولته هو الطفل زي ما كانت بصنت بتقول لسه ما حصل ما دخلش مرحلة التشافي فاحنا بنكبر بجسمنا والطفله جوانا لسه الزعلان بيعيط يعني مثلا جيت تكلمت معك مثلا تعالوا نعمل حاجة فانا بقول لك ايه لا لا لأ لبسك وحش قوي اخذ بك انا صغير اصل فانت تزعل فسلوكيات تفولية تعمل ايه انت بقى هتتقمس وتاخد جنب انا مش هكلمها تاني مثلا قلت البسانت نفس الكلام فبسانت تقول لي ايه ملكيش دعوة انا وثقة من نفسي ولا هي هنا بتدفع عن نفسها ولا حضرتك قلت لا انا مش هصغر عقلي وهارد عليها الاتنين سلوكيات تفولية ليه دات امس هو صغير ما خدش الموضوع بكبير وبسانت خدت الموضوع هجومي بتدفع عن نفسها السلوكي الطبيعي بتاع الكوبار ايه تمام لان احنا ماشيون بكونسبت رأيك فيه لا يدل علي كل واحد ليه حرياته الشخصية ما اصرش رأيي ما اصرش فيكو قريدي شخص وثق من نفسي ايا كان ردي لكن ما تهزدش من جوه بزاب لكن اول ما حد يتصرف تصرف انا لمسته اذا الطفل اللي جوه لسه زعلان ليه بنقول بقى برد عليك السلوكيات التفولية طول ما طفلك الداخلي سايبه مش بتعالجه هو بيعمل كوارث مش بس السلوكيات التفولية في الزعل يعني مثلا الوقت احنا في مكان تمام وكده كده انا بقول ان حصل اهمال للطفل ده حسنا الناس تصدق ان انت ولا حاجة فبعدين طول ما انت موجود بتعالي صوتك تتكلم بتعمل ايه عايز تقولهم شوفوني انا موجود انا موجود ما تدلعش بقى هو صغير بالزبط فهو عايز يثبت نفسه فاخد بقى على كده ردود افعال كتير قوي طول ما الطفل الداخلي بتاعنا لسه زعلان وبيعير تعالي شوفوه بقى لما تجوز بقى تعالي شوفوه شخص زي ده لما يتجوز